سامير بن عبدالله صناعي في ميدان النسيج والملابس الجاهزة ورئيس مجمع الخياطة والملابس في كونكت والله فما حوايج تحسنت فما حوايج اللي هي مزلت ما تحسنت شي الحوايج اللي هي تحسنت وانو فما إنبريس دو كونسيونس على قطاع النسيج وانو حسوا اللي هو قطاع يشغل وقطاع يدخل لعملة صعبة من الأطراف الكل من الأطراف من أصحاب العمال ومن الصناعيين وبالأخص من طرف الدولة اللي هي ثقة القطاع هدايا مزل عنده مستقبل واخذت على أثر المجلس الوزر المضيق اللي صار فيه 2 جوان 2017 دوك خذية قرارات اللي هي تخول القطاع باش يتقدموا باش يحسن مردوديتو باش يتلافل الأخطاء متاعوا تبقى القرارات هذيك يحبلها وقت باش تتنفذ والصناعيين دوك خذيوا على اعتقهم بتنفيذ القرارات هذيك وأصلاح ما يمكن أصلاحه والنهوض بالقطاع هذي الحاجة للباهية الحواجة اللي هي سلبية نجم نقوله وأنه في من ثورة بعد الثورة القطاع فقد برشة مصانع وبرشة مصانع اللي هي أغلقها وبالأخص فما قرابة اللحصاء الحقيقي والمدقق حتى حد ما يعرفوا فما قرابة الأربعين الف موطن شغنة اللي هما مشاوا الأربعين الف موطن شغنة دوك مسعيب التلافي متاحهم مسعيب الأرجاحهم مسعيب أنقاذهم خاطر مشاوا مشاوا فهمتي وذك يخلي أنه توا في الوقت اللي رجعت الأمور النصابها والقطاعها معناها خذها البيتاز دكرو وزير متاعه واللينا نقصين يد عاملة مختصة بشكل معناها مهول فهمتي توا في الوقت الحاضر معناها الطلبية موجودة والحرفاء رجعوا معدناش نقاو اليد العاملة المختصة بش تخوننا لنا نجاوبوا عليك الطلبية هذيك فذي مشكل فهمتي مش سهل المعارجة متاعه الخاطر بش تكون شخص يحب لك عمين ثلاثة فهمتي ما انتي انتعدبته ما في المركز تكوين المهني ما كونته ما هو اندمج في الشركة بش يعطي المرتودية متاعه وما نحب لنا برشا وقت نوك هذي من الحواج اللي هي سلبية نوع الماء هو منظوي تحت كونكت والمنخرتين فيه معناها عندهم رؤية معناها بالنهوذ بالقطاع فهم رؤية استراتيجية وتجارية معناها يلزمنا نعالجوا المشاكل اللي متاعنا بالخص في عنثير مدماج الصورة متاع القطاع معناها ان حضرت بعد الثورة معناها الامور الاجتماعية الامور الامنية هذي كل خولت وانهو صورة متاع القطاع وصورة متاع البلاد بصيفة عامة ادهرت شوي احنا الصور هذي بش ترجحها يلزم خدمة كبيرة يسر يلزم مشاركة في السارونات يلزم المجمع متاعنا شارك بصيفة فعالة في الموضوع هذي وتوا في الوقت الحاضر الصورة متاعنا بدات ترجع المستواها اللي هو قبل الثورة كمزود معناها فيابل للاتحاد الوروبي وذلك شنو اللي يخلى معناها للحرفاء يرجعوا لتونس بحكم قرب التونس للاتحاد الاوروبي وكذلك الرؤية الاستراتيجية متاعنا في المجمع وانه يلزم كوت كوت نوصله للهدف متاعنا اللي هو فانلو بروديفيني باش نواصلوا نخدموا كيما عنا عشرة سنين بالمناولة رهي ما توصل حتى اي انتجة المناولة هي اليد العاملة كيما يعرف معناها البعض من الناس وانه هي خمستاش في المية من لكود ريفيان متاع الارتيكل معناها حاجة ضئيلة ومش بهذاك اللي احنا نجمه نقدمه تبقى الخدمة باش نوصله للمنتوج الكامل الوبرديفيني رهي خدمة معناها سهلة في القول متاحها لكن في الفعل متاحها وتطبيق متاحها رهي صعيبة وصعيبة على خاطر باش تعمل الوبرديفيني يلزمك لقماشي يلزمك التكنيسيين بور فار الوديفلوبمان متبقى كنا ماشيين في الاتجاه هذي فهمتي وبحاول له معناها بعد مدة ان شاء الله تكون معناها مشي طويلة يزمنا باش نوصلوا للهداف متاعنا وانه فار الوبرديفيني فار الو ميدين تونيزيا بك الوبرديفيني بك الوديزاين الو الفاشن تونيزيان خدمة وذي من الهداف متاعنا في المجمع المهني الخياطة والملابس في كونيكت اللي ان شاء الله نوصلوله في اقرب الاجال شوف احنا كما قلت لك قبل الثورة كنا مئتين وعشرة مئتين وعشرين الف فهمتني التواب بالمواطن الشغل اللي هي خسرناها بالاسباب اللي نقطك عليها توا على حسب الاحصاء الاخير متاع لالا بي ميو ستوستين ميو سبا وستين الف موسيقى 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 قيمة الصديرات 2018 وصلنا 7 مليارات دينار وشوية فهمتي كي جي يشوف يقول حاجة حاجة به هي بالدينار لكن كيف نشوفها بالورو ننقاوها في 2018 10% بالورو أقل من الأرقام متاع 2010 معناها بشوف من 2010 حتى التوا اخسرنا العديد من المراكز متاعنا كمزود لأوروبا واخسرنا فهمتي مواطن الشغل واخسرنا فهمتي عدد الشركات اللي هي أغلقت من بعد ثورة لكن الأرقام هذي ما تخوفناش على أساس وأنه توا فما حيوية وديناميكية قاعدة راجعة اللي هي وصرتو أهل المهنة اللي هما حاتين على عطقهم منهم الكونيكت فهمتي منهم المجمع التانى حاتين معنا على عطقهم بش يراجعوا القطاع اللي سلف ديناميكيتو كما كان قبل الثورة على حسب الأرقام متاع الفين وعشر الوردات اللي حاشة تباها هو أنه الصادرات متعنا تغطي الوردات بماشاء الله فهمتي برغم اللي الوردات متعنا رهي خذت قفزة كمية كبيرة يسر فهمتي وذي الشيء كل معنا الناس كل تلاحظ فيه هالي فرانشيز اللي قاعدين داخليين والوردات اللي قاعدة صايرة بسيفة كبيرة يسر مرغم داك الميزان التجاري متاع النسيج هو إيجابي ومعنا هو الصادرات متاعنا قاعدة مغطية الوردات متاعنا احنا في سوق مفتوح فهمتي ومش من المعقول ومن منطقي باش نسكروا الوردات متاعنا بالنسبة للقطاع متاعنا وبالنسبة للخص احنا كما تعرفوا أنه تونس مش مصنع باش نوردوا القماش والاكسسورات باش نعملوا التصدير متاعنا وباش نعملوا البردو فينية اللي احنا قاعدين نحكيوا عليه لكن الشيء الإيجابي وانه الميزان التجاري هو إيجابي وصادرات متاعنا قاعدة مغطية بما فيه الكفاية وزيادة الوردات متاعنا شوف المستهلك هو الحكم في الميدان هذا ينجموا يجيوا من الصين ينجموا يجيوا من تركيا لكن المستهلك يجب يكون عنده قدرة كافية من الوعي باش يميز أنا والمنتوج اللي يزمو بشيشريه وانا والمنتوج اللي هو ميزموش بشيشريه بقى الناس الكل تعرف أنه في وقت من الوقات فهما شوية تسير صرتو في الوردات متاعنا وماشي قيوت والوردات متاعنا كثرت من الصين ومن البلدان اللي هما أقل التكلفة مننا فانت تبقى المستهلك هو يزمو يعرف ترى الجودة متاحهم باهية ولا مش باهية ويزمو يشري ولا يشريش ينجمو يجيوا من البلدان الكل كيف المستهلك يبدأ عنده معناها ما فيه الكفاية من الوعي باش ما يشريش وقتها الأمور باش تقف وحدها وحاجة أخرى يلزم التوانسة زادة كيف كيف المونجين التوانسة تكون عندهم الكفاءة الكافية والقدرة الكافية باش يكون عنده منتوج اللي هو يجلب المستهلك التونسي باش يخليه يشري من عنده وما يشريش من منتوجات من بلدان أخرى ربما المؤسسات الأجنبية يلزم تعرف أنه فما قرابة 800 شركة برأس مال أجنبي في قطاع الملابس الجهزة في تونس وهذا سيتاناكي كبير يسر فهمت خورت لبرشة شركات وبرشة ماركات عالمية باش يجيوا ينتصبوا هنا في تونس معناها شركات متاحهم 100% ولا شركات مختلطة هذا كله خلى القطاع يكون عنده أسوص صحيحة فهمت وهذا كل خلى معناها الصورة متاع القطاع تكون إيجابية علاشا لخطر أغلب الماركات العالمية تصنع في تونس ودهير وقت اللي نمشي وإحنا الحوانت في الخارج ونشوف البضايع صرتو في ميدان الجين ولا في ميدان ملابس الداخلية النسائية ولا في الملابس السباحة نشوف اللي تيكات من الداخل نقاو ميد وذي حاجة إيجابية من مميزات القطاع النسيج والملابس في تونس وأنا نقول للدولة وأنه الأجانب المنتصبين في تونس يزمهم لهوة خاصة ويزمهم معناية خاصة عليش على خاطر هما راهوا يمثلوا القاطرة متاع قطاع الملابس الجاهزة في تونس ونشوف الأحصائيات فهمتي الشركات اللي هي يقول لها معناها أوفشور معناها اللي هي ذات معناها رأس مال أجنبي معناها ماجوريتار نشوفوا اللي هما اللي قاعدين يصدروا في تونس معناها برميل البرميل اكسبورتاتور دولابيمان في الجمهورية التونسية ذوك هذوما يزمنا نحافظوا عليهم ويزمنا نشوفوا مشاكلهم كان عندهم ونخليهم ما يقضوا في تونس وما ي برغم الأغراءات اللي جات من الأربع ما بعض البلدان الأخرين بش هوا ما يجلبوهم لهم لكن هذوما قادوا في تونس وذي حاجة إيجابية بالنسبة للقطع متعنا فما لكن العدد المتاح مضئيل فمتي والشركات هذوك من عد برش اللي هما عندهم تأثير على خطر الأغلب الشركات الكبيرة العالمية اللي عندهم أسامي خيروا البقاء في تونس برغم المشاكل الاجتماعية اللي هي صارت وهذا حاجة سيتناكي بالنسبة للتونس وانه ما قادوا وما مشوش وما زلوا موجودين ونوين باش يتطوروا وباش يواصلوا في تونس وذي حاجة إيجابية يزبنا نحافظ عليها هذي مشكلة كبيرة عصر فمتي خاطر لسيستام إيديكاتيف متع تونس تغير فمتي قبل كان عنا سيستام إيديكاتيف كي ينسيت اللي جان سورطول المتخرج اللي معناها ينقطعوا على الدراسة المتحم باش يمشيوا للتكوين المهني والتكوين المهني هذك هو معناها إيليمانت لزاتولي دو كونفكسيون لسيستام إيديكاتيف تبدل وتوى في الوقت الحاضر عنا سيستام دو فورماشيون بروفيسيونال متميز ومن ربما من أحسن لسيستام دو فورماشيون اللي هم موجودين في الجهة متبقى فمعوزوف فمتي ليجون ما عدوش يجيوا في بعض القطاعات أسباب الخاتب يمشيوا للقطاعات أخرى فمتي ما يجيوش والسيستام إيديكاتيف اللي هو معناها يتغير يتخليهم يوصلوا الدراسة متاحهم في ميادين اللي هي ما تتخولهمش بعد باش يلقاوا المواطن الشغل اللي هم يلوجع لهم فكذا موضوع حساس وتوفى الوقت الحاضر كي ما قلت لك أنا بكري الطلبية رجعت الحرفاء رجعت لتونس وتوفى في بعض الاختصاصات ما عداش لقين اليد العام المختصة بار إزامل الميكانيك بار إزامل الميتود بالنسبة الفابريكاسيون بالنسبة لسيرتيفيكاسيون هذوم كلهم معناها ما عداش لقين الوفرة متاع اليد العام المختصة اللي احنا حشتنا بها في الوقت الحاضر لوك احنا باتصال مع مراكسة الاجونس الاتيف بي الاجونس يونيزيان دا فورماشيون بروفسيونال قاعدين فيمتين نحسوا فيهم وهما قاعدين معناها قايمين بخدمة كبيرة ياسر باش معناها يلقاوا السبل الكافية باش المصانع متاعنا اللي هي توفى في الوقت الحاضر اللي اشهد الحاجة لليد العام المختصة يلقاوك اليد العام اللي هي حشتهم بها باش يجاوبوا على الطلبية متاحهم وباش يواصلوا للعمل المتاحهم في احسن الظروف طيب كذا موضوع حساس كبير ياسر اللي احنا في المجمع متاعنا قاعدين لهين به وقاعدين فيمتين يعطينه القيمة اللازمة باش نتفدأوا هالمشكلات هو مشكل كبير ما يتبقى فيمتين القطاع الملابس رهو قطاع مختلف فيمتين ما بين الجهات وما بين السكتور فمتين دونك ما يتبقى عنها في كل جهات الجمهورية من اليدرعام للمختصة في ميدان الملابس الجهاز أنا نقول لهم رهو بالنسبة في وقت من القات يوجد كسيون دماج متاع لسكتور وانه سكتور ما يخلص شيء ولا سكتور ما يخلص في السين اساس ولا الأجور متاع وضعيفة تسكتير نقول لهم رهو المجرية غالطة ومعادش كما هي موجودة في الوقت الحاضر أنا نقول للشباب رهو يجيوا يلتحقوا بالمراكز التكوين المهني ويجيوا بعد ما يتخرجوا يلتحقوا بالشركات المختصة في الملابس الجهزة رهو الأجور متاعنا رهي ارتفعت رهو فما إغراءات كبيرة ياسر للشباب هدايا بشي جي يلتحق بالقطاع وبالشركات المختصة في صناعة للملابس الجهزة رهو الأجور متاعنا مرتفعة ورهي في بعض الأحيان تفوت لألفين دينار وثلاثة ألف دينار دوك إيجيوا للقطاع هذا رهو عندكم لسيكوريتي وعندكم الامكانية بش تحصنوا ظروفكم وترقاوا مواطن الشغلة اللي انتم ما حاجتكم بها المسجدات هي التعقيدات في الإدارية فهمتي معناها شيء كبير توقعت صار بالنسبة للتعقيدات الإدارية أخيرا فهمتي صار قرار وأنه بالنسبة للتوريد للشركات خاطر الشركات الغلبية متع الشركات المنبس الجاهزة هما معناها على أساس وأنه اللي يدخل للشركات هذية كله مصدر معناها كله نقوم ونفهم العديد من التعقيدات اللي هي قعدها صايرة اللي هي معناها البلوك لسيستام من عمد الديوانة من عمد الديوانة أخيرا وأنه بش يجي الواحد يورد السلعة متاعه يلزم يعمل الدكلاراسيون متاعه وبعد يهزها للترانسبورتور الترانسبورتور يحط عليها الكاشية متاعها متاع الترانسبورتور بش هي بعد تنجم تخرج السلعة هذية الديوانة وذي حاجة حاجة راي ميش باهية ويزم نقاو فيها حلول في أقرب الأجال احنا رو التوريد لكوردو البلاد تمر بصعوبات فيما خص العملة الصعبة لكن احنا اللي نوردوه كله راهو بش يرجع يتصدر يلزم القطاع متاعنا وصرتوه بالقطاع اللي هو تخليه يكون ديما في المقدمة وتخليه ديما يتلهاب بالتطوير معناها رقم المعاملات متاعه وبال بش يطور دخول العملة الصعبة للبلاد هالتعقيدة هذية يزمها بش تتنح راو مش معقول بش نعمله الشي هذية راو مش في مصلحتنا ومش في مصلحة البلاد هذي أمور في امتصارة البارح معناها اليوم لالترانزيتار متاعي يقول يراه صارت إجراءات جديدة تخولنا بش معناها حتى ما فيمش احنا اكتشفناها ما وقتا يجينا بش نعمل ديكلارس يمتاعنا ذوق هالقرارات هذية راهي مش في مصلحة البلاد خطر من جهة توا الدولة تقول يحنا يزمنا نهضو بقطاع النسيج وقطاع الملابس ويزمنا من مدخولنا من العملة الصعبة ايه باهي دا كورد ايه ومن جهة اخرى وقتا يتعمل التعقيدات الادارية هذية راهي كله مش في مصلحة القطاع وما يتمشاشي معا اللوديس كور ومتاع الدولة اللي يحبش يشجع المؤسسات بش يمشيوا في اتجاه التحسين مدخول البلاد من العملة الصعبة ومعناها تحسين القطاع والانتدابات في الادار العاملة المختصة من فضلكم يا دولة اعطيونا المجال الكافي باش احنا نخدمه بالسوبلاس والفليكسيبيليتي اللي كنا نخدمه بها قبل وهذا كله راهو ما يكون كان في مصلحة البلاد والتعقيدات هذية راهي ما عنداش حتى اي داعي باش تصير والله احنا في اكتشفنا هذية بصفة فش ايا قطلك شنو الدواعي متاحة شنو الاسباب متاحة كما لي صارت في وقت ملوقات الاستاغ والزيادات اللي صارت بصفة نجم اكيد احنا في امتادي حكاية اليوم اصباح الترانزيتار اكيد احنا يزبنا باش ندخلوا باش ندافوا على القطاع باش ندافوا على المنخرتين متاعنا احنا باش شوف شكو المسؤول عليها للتعقيدات اللي صارت البرح باش شوف شنو المسؤول عليها خاطر اكتشفناها بصفة عفوية كمشينا باش نعمل لديكلار سيوم متاعنا دوك شفناها اللي هي موجودة شكو نعملها شكو ناخذها القرار احنا باش نتحركوا باش نشوفوا شنو يزبنا منها عملوا باش هالشي هدايا السلبي للقطاع يزبوا باش يتنحى ونخرينا نواصلوا للخدمة متاعنا كما كنا قبل هدفنا المستقبلية هي كما قلت لك التحسين للماج فمت متاع الوسكتور ومن الاشياء والانشطة اللي قاعدين نعملوا فيها عنا بصفة سنوية مهرجان الفاستيبال دي جون كرياتور دول عمود اللي نعملوه في شهر ماي من كل عام والموعد القادم هو يوم 3 ماي 2019 اللي هو فيه العديد من الرسائل اللي احنا نحبو باش نبعثوها للقطاع وبالاخص للشبان وانه معنى تسير معنى ورشات عمل في مشاكل الساعة وبالاخص فما كونكور فما مسابقة لل لجون كرياتور اللي معنى تخول للمتخرجين من المدارس ومن مراكز التكوين المهني باش يشاركوا في المسابقة هذه والعنوان لتام بتاع البروشان كونكور هو الافريق سينو دونك افريقيا نسكول تحكي عليها وانه هي المستقبل بتاع القطاع وهو معنى معنى هال اه الاه 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 متاعنا باش ننصدروا المنتوج متاعنا لفريقيا دونك لوتام سيل افريق سينو والشباب دونك دعوة ليه باش يشاركوا في المناظرة هذا في الكونكور هذا ويشاركوا بحضورهم في التظاهرة هذه وهذه معنى برميلة شوزة اللي تعطي انيماج بوزيتيف للسكتور واذاك عليش في مراكز التكوين المهني نقعوا لسكتور متاع الستيليزم وديريزم هما من القطاعات اللي معنى فيها اقبال كبير ياسر من طرف الشباب يحبوا باش يشاركوا في التكوين متاعهم في الستيليزم وديريزم دونك بالتظاهرات هذه بل المساج اللي نعطيهم للخرج نجمو معنى نحسنو قابلية الشباب باش يجيو ونعطيو معنى انيماج بوزيتيف للخرج كمكوى فاما حيوية فاما نشاط فاما انволنتي پور لپروموسيون دي بروديو فيني تونيزيان كيما وقعت ساير في ايطاليا واللي ساير في البرتجال اللي هما بالنسبة لنحنا البلدان هذية هي امثلة نقتدوا بها بالنسبة للقطاع متاعنا باش نقتدوا بهم وننهضوا بالقطاع متاعنا ونتقدموا به في الختام ماش تقول في الختام نقول وان وان متفائل بالنسبة للقطاع هذا يزمنا ندافع يزمنا نكونوا حاضرين يزمنا نكونوا موجودين في الاسواق الخارجية خسرنا برشة مراكز متاعنا في السابق بحكم الثورة اللي صارت وبالنسبة للمشاكل الاجتماعية اللي هي صارت دوك عنا خدمة كبيرة ياسر باش نرجعوا للمراكز متاعنا كما تعرفوا وانو تونس في الفين وعشرة كانت خامس مزود لأوروبا توا ولنا التاسعين دوك المراكز متاعنا انحضرت دوك عنا اربع مراكز اللي خسرناهم المغرب هي اللي جات في بقاطنا اللي فيات نعم الكمبوج اللي هم اقبل ما كانوش عندهم حتى اي تاريخ في كمزودين وفيسا فيسر معنا اخداونا المكان متاعنا دوك عنا خدمة كبيرة ياسر باش نرجع للمراكز متاعنا والهدف متاعنا في السنوات القادمة هي استرجاع المركز الخامس اللي كنا فيه كمزودين لأوروبا دوك خدمة كبيرة تستنى فينا مشي بسهل باش نخصل المركز متاعنا كانت حاجة سريعة وسهلة باش نرجعوا يحب لنا خدمة كبيرة ياسر وربي معنا دوك ومتبقى احنا متفائلين قطع واعت تونس عندها في التكستيل والبيمان دوك مش منتوى دوك المركز متاعنا يزينا نرجعو لها ونحافظوا عليها ودعوة اخرى مرة اخرى للشباب باش يلتحقوا بالقطع ويلتحقوا بال زيوريتي دو دو فبريكاسيون باش ياخدوهم المشاعة